اشتركوا في القناة اه وبتختلف طبعا حسب طبيعة الحلم وحسب الحالة اللي بيمر بيها اه الرأي ولكن التقبيل في المنام يعني بالنسبة للمرأة المتزوجة اه بان في قرب فرج ليها وفي تغيير في حياتها الافضل ربما يدل على الحب والسعادة اللي بتنعم ما بينهم والمتزوجة اللي شوف ان زوجها بيقبلها بشوف الحلم ده ده يليها على التوافق اه فيما بينهم في العلاقة الحميمة ولما تشوف المتزوجة الشخص بيقبلها ربما ده بيدل على حصولها للخير من ذلك الشخص ولو شافت شخص غريب بيقبلها ده بيدل على شهرتها شهادة بغير الحق ولكن لو حلمت بيقبلها ده دلالة على قبول دعائها او دعاء شخص غريب يعني لها بالخير لو شافت غريب بيقبلها المرأة متن في المنام وحصل مظهر والرائحة ربما ده بيدل على حملها بالاشهر الاولى في الحمل ولما تشوف البنت العزباء شخص غريب بيقبلها بالشهوة يعني ده بيدل على حصولها على الاموال بطريقة غير شرهية او طريقة غير مزوعة ولو شفت شخص غريب يعني بيقبل بغير شهوة ده بيدل على حصولها على منفع باذن الله في القريب العاكل في حالة رؤية شخص ميت بيقبل الحالم او الرائي ربما ده بيدل على مراس او منفع من هذا الميت باذن الله تقويل شخص غريب على الشفاة في المنام ده ربما يدل على الزواج من هذا الشخص ربما يدل على نجاتك من حسد وربما يدل على ان انت تاخد بالك من الاشخاص المقربين منك جدا للضرورة لربما ان فيهم شخص ما بيحب لكش الخير بيحاول يدمر لك حياتك ايضا حلم التقويل من شفاء للرجل يعني معنى ان هو هيقبل براتو يعرفها كان ده دلال على ان هو بيكون لها العطفة وان هو بيحب بيحبها ولو يعني لو يعني لو تبادل القبلات مع رجل اخر كان له دلالة طيبة او حصوله على منفعة ممن يقبله من الرجال لو شاعد نفسه بيقبل رجل غريب ما يعرفوش ده دلال على حدوث بعض المشكلات المستقبلية وحدوث الصعوبات يعني في حياته ولو شاف نفسه بيقبل زوجته ده بيدل على الحب اللي ما بينهم وبيدل على قرب الفرج وبيدل على قدوم خبر مفرح باذن الله اذا حلم يعني حلم التقويل لاشخاص معروفة وبيعرف الحلم ليها ببعض المعاني فلما يشوف الحلم ان هو بيقبل زوجته بشكل قوي ده بيدل على حبهم الشديد وقوة العطفة ما بينهم وعدم الراحة في القبلة ربما يدل على عدم الحب وعدم الثقة ما بين الزوجين وتقبل شخص معه او يعني معه خلفة او مشكلة ده بيدل على التصالح ما بينهم حبا في الله ربنا بصيركم وكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم اروية وعز فصلك تمام مع السؤال ديو على سؤالنا فصلكم فصلكم فصل وقت ما تنسوش تسيركم في القناة واتفعلوا الجرس علشان قناتكم متوصل لك برقة درمكم من الناس وللقاء في دقاء السلام عليكم اشتركوا في القناة